اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى ان هذا التعيين يأتي طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة يذكر ان اخنوش شغل منصب وزير للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها وحمل هذه الحقيبة منذ عام 2007 وتولى حزبه التجمع الوطني للاحرار وزارة اساسية في حكومة سعد الدين العثماني مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة ولقد خرج عزيز اخنوش بقرار غير متوقع افرح المغاربة حيث حسب تصريحه فانه سوف يتخلى عن جميع المناصب في شركاته ويتخلى عن الهولدينج العائلي وهذا القرار من اجل التفرغ لرئاسة الحكومة المغربية ترجمة نانسي قنقر